سلمة موضوعنا لليوم بهم جميع الأمهات اللي عم يتابعونا دائماً بنلاقي في مشكلة دائماً عند الأمهات أنه الطفل عندي تأخر بالحكي عنده مشكلة بيلفظ الأحرف ما بيقدر يركب جملة كاملة مع أنه مثلاً تعدى ثلاث سنين اليوم بفقرتنا رحكي نحكي عن أنواع مشاكل النطق عند الأطفال وفي مشكلة أخرى كمان الأهالي بيعانوا مننا عدم اعتراف أنه طفل عندهم هاي المشكلة حالة النكران الدائمة أنه هاي المشكلة موجودة عند أطفال لنحكي أكتر عن هيدا الموضوع معنا ولا حسن أخصائية تقويم الكلام وعلاج النطق يسعد صباحك وهلا وسهلا فيك وصباحك صباح الخير في سعد صباحك بدايتان ورح نبدأ مع حضرتك السن اللي لازم نقول فيه هذا السن لا هيك غلط هذا الحكي مو دلع هذا الحكي فيه مشكلة إيمت لازم نتبلش الأم تنتبه خليني أقول العبارات اللي عم تطلع منه بالحقيقة هلأ موضوع اليوم النطق هو فعلا المظاهر الكتير نحنا عم نشوف الأطفال فيه عندها تأخر وعم تكون هاجز كتير كبير عند الأمهات من ناحية الكلام عند الطفل أنه ليش ابني متأخر للصراحة نحنا اليوم لما منحكي عنه النطق معناتها نحنا منقيس كل مرحلة عمريا ما فيه اليوم السن محدد تحديدا أني أنا أقول أنه هلأ الطفل يتأخر غير لحتى إيس المهارات الطبيعية عند هذا الطفل يعني لما يكون مثلا طفل بعمر السنة تمام أو طفل مثلا طبعا بعمر السنة مثلا ما عم يستجيب لإسمه معتف الولد عنده ضعف التواصل ليش هو ما عم يستجيب لأنه نحنا منعرف أنه قبل مهارات الكلام واللغة والنطق فيه عندنا مو بس السماع والتواصل تمام فهو هذا الشيء أساسي أنه الطفل بعمر السنة المفروض ينتبه لإسمه مثلا بتقليله تعب يجي لعندك بنفذ لك أوامر بسيطة فهي المهارة إذا كان طفل عنده فيه تأخر معنا نحنا بيهيئنا أنه عنده لقدام فيه تأخر بالكلام نفس الشيء بعمر السنتين لما نشوف طفل مثلا متأخر بيحكي لسه كلمات بسيطة وما اتطورت عنده الكلمة أكتر من بابا وما وصل لمرحلة بلاش ركب جملة بسيطة من كلمتين فمعناته كمان الطفل هون متأخر لأنه مو من المنطق أنه طفل بعمر السنتين اللي هلأ بعده بيحكي كلمات عمر السنة فمشان هيك دائما لازم يكون في المراقبة من قبل الأهل نحاول نقارن مع أداء طفل طبيعي أنه يا ترى ليش هذا الطفل ما عم يحكي مثل الطفل الثاني هلأ دائما نحنا بقول ماذا ضرورة ما في دائما يكون في مقارنة بين طفلين لأنه نحنا بنرجع من قول فيه فروق فردية بمستوى الأداء بس في مهارات أساسية بين الكلام بتخلينا نهيئ لقدام أنه هذا الطفل ليش متأخر فمو معقول مثلا طفل عمره مثلا عشر سنين لسه جملته عبارة عن ثلاث كلمات كمان معات هذا الطفل متأخر بس نحنا إذا بنقول الحد الحرج عننا أنه المفروض كوضوح كلام وكالطفل بلاش يحكي بطريقة صحيحة من ثلاث سنين وطالع قبل هيك فينا لسه نقول ممكن لسه معه أمل بعد هيك صراحة بصير أنه لازم يصير تدخل لازم هون الأم تحس بالخطر لأنه نحنا منقول عمر النطق والاكتساب الأصوات هو لعمر الخمس سنوات فلازم قبل هيك تكون هي ضوية على هاي النقطة منتبه للمشاكل اللي عم يتعرض إلى الطفل من ناحية الكلام والصعوبة اللي عنده أشرتي لنقطة كثير مهمة هي عدم مقارنة الطفل بالأطفال الآخرين أو بأقرانه أو بالمحيط لأنه البيئة والمناخ تلعب دور بشكل كدير دعونا نفصل نوعا ما مشاكل المنطق عند الأطفال يعني في كثير من الناس رغم كل ذلك تعد من لك مقارنة يعني أنا عمر ابني سنتين عمر ابن فلان بيحكي أكتر منه قلت أنت إلى بعد ثلاث سنين بس لما نحكي أنه في كثير من الناس يمكن أو الأطفال عفوان بعض الحروف ما بتطلع معها لأنه بتضغ لفظ بعض الجمال ما بتطلع معها كاملة هذا شيء طبيعي تحت ثلاث سنوات لما أقول للأم أنه لازم تنتبه عن طفلك في مشكلة من خلال النطق بعيدا عن مشاكل أخرى إذا كان هو يعني نشاطه الحركي كامل تواصله بشكل سليم ومستمر يعني مع الأم فهوان في مشكلة النطق كيف ننتبه له تمام هلا إذا كان عندنا طفل طبيعي من ناحية مثلا المهارات النمائية من معنى متأخر بأي مهارة لا بالمشي ولا بالحركات الطبيعية اللي ممكن الطفل يتنقل فيه بالمراحل النمائية وقدراته العقلية الطبيعية وهو بس عنده مشاكل بنطق الأصوات معناته أنه عنده مشاكل بالأداء الحركي والإنتاج وهذا اللي نسميه نطق هون فيه فرق بين النطق واللغة اللغة هي استيعاب الكلام وبعد ما يستوعب الطفل بأنجه أما النطق فهو بيكون بالأداء الحركي فمنشوف بعض الأطفال عندهم صعوبة بين ينطق بعض الأصوات تمام بس مثلا أنا لما يكون عندي طفل عمره ثلاث سنين وصوت البخ ما عم يطلع معه فهذا من أول الأصوات هو الأصوات الانفجارية بتكون واضحة للسهلة فهو مو معقول هلأ ما بتطلع معه فهذا أكيد بده تدخل خصائي نطق أكيد عنده مشكلة بس مثلا ما في نقيس على ولد عمره ثلاث سنين بتجي الأمة تقولي والله أنه صوت الرغم عم يطلع معه لأنه الصوت الرغم هو بده أداء حركي عالي تمام فبقوا بيكتسب أحيانا عند الطفل عند الطفل من الخمسة للستة وممكن يتأخر فيه وفيه أطفال منشوفهم فعلا بعمر بكير بلشوا يلفزوا هذا الصوت بس هون نحنا منقول فيه عنا نمو الأصوات ومراحل لاكتساب الأصوات تمام فلما بتلاحظ الأمة أنه في الأصوات اللي أول شي بيبلش فيها الطفل وهي متأخر فيها فأكيد هم فيه تدخل دائما نحنا منقول لحتى يكتسب الأصوات بطريقة صحية نحنا منحتاج شغلات أساسية اللي هنين أو متطلبات نمو اللغة الطبيعية عند الطفل هي مثلا السماع يكون طبيعي قدرات العقلية طبيعية يكون عنده مثلا ما فيه أي إعاقة بتعيق الكلام عنده مثل حالات الداون ممكن أنه يؤثر عنده على الكلام تمام وزائد أنه نحنا لازم يكون عندنا مسيرات لغوية الطفل يكون عايش ببيئة لغوية يعني كثير اليوم بيجوه عندنا أطفال الأمة بتحكي معه فالطفل تتأخر باكتساب الأصوات وباكتساب الكلام تمام فهي كمان نقطة أساسية ففيه متطلبات أساسية للكلام نحنا ننشوف نقطة نقطة إذا نفينا كل هدول المشاكل بنصير بنشتغل بالمشاكل الثانية اللي عم نلاحظه نا سازة ولاة طيب خلينا نحكي اليوم بما أنه فيه أنواع متعددة لتأخر بالنطق مثل ما حكيت حضرتك وأسباب متعددة أيضا العلاج كيف بيكون وأمتى بيكون هل العلاج هو فقط اجتماعي يعني فينا نقول بيعتمد على أساليب ومهارات فكرية ولا ممكن يكون أيضا العلاج هو طبي وبحاجة إلى أدوية أكيد هلا إذا لو كان مثلا عندنا مشكلة سمعية فأكيد هو بده علاج طبي من ناحية أول شي نحنا ننفح السماع نتأكد من سلامة السماع عنده في حال بيحتاج سماعة الطفل فنحنا بيركب سماعة تمام وفي حال كان عمره تحت الخمس سنوات فهو بيركب الحلزون هون بيكون فيه إجراءات طبية أحيانا حتى بيكون عندنا مشاكل نطق من ناحية الطبية كمان إنشقاق صقف الحلق وشراع الحنك وهي اللي بسموها الشفة الأرنبية فهي بتأثر على نطق الأصوات هون أكيد فيه تدخل جراحي لحتى نحنا نسد هذه الفتحة الموجودة لحتى يصير عندنا نطق أصوات صحيح ففي بعض الإجراءات الطبية اللي نحنا متأخذ في حال تم تشخيص من الناحية الطبية لكن مثلا عندنا أطفال بيكون مثل ما تفضلتوا اجتماعيا مثلا أنه الطفل مثلا ما بيحكوا معه أهله أو هو ما اكتسب الأصوات أو الحقيقة اللي أكتر أكتر شي عم يقع فيها الأهل إنه مثلا بينبسطوا بكلام الولاد يلي بيكون عمره ثلاث سنين وبينبسطوا إنه هو عم بيحكيه بطريقة غلط فبيصيروا بيعززوا لما بعيدوا وراه هذا الكلام فهو الولاد شو اللي صار فيه إنه اكتسب سيمار حتضل معه كل حياته إنه هو ما اكتسب الأصوات بطريقة صح وضل يبدله فصارت صفة من صفات الكلام تبعه فهون إحنا دائما مننبه إنه لا كتير لأم تفرح بكلام الطفل بالعكس لما نبلش بعمر ثلاث سنين بلشت هون مهمتها حتى من السنتين إنه أنت تعطيل كلمة بطريقة الصح يعني ما يجي لعندك إليك نينة بعمر السنتين أنت لازم تقول له هذا أكل هاي صندويشة هاي تفاحة ومعت فيه داعي نحنا نستخدم الكلمات البسيطة للصغيرة هون مهمتنا في شغلة كمان توقع فيها الأمهات إنه دائما اللي بيكون عندهم مشاكل نطو فبتجي الأم مثلا الولد بينطق الكلمة بطريقة غلط فبتأصر هي عليه إنه مثلا قول مثلا بيحزف مثلا أول صوت مثل كلمة تفاحة فبيقله فاحة فبتجي الأم هون بتأصر على الولد إنه لأ قولة تفاحة الولد هون فعليا شو صار عنده صار عنده ردة فعل له هاي الكلمة وللكلام وغير هيك بيستخدم أسلوب الحرمان إنه إذا ما قلت هاي الكلمة أنا حق أحرمك فنحن لازم تكون تجارب الطفل بموضوع الكلام هي شي محبب مو شي متروح لحتى ما هو يصير عنده عناد ويرفض يصلح الكلام فلازم هي شو تعمل تغذية سماعية للكلمة يعني مهم كتير مهم هلا يقولها مهم يسمع نطقة للكلمة بطريقة صح ويتعمل وين الموقع اللي هو عنده فيه مشكلة مثلا وين حزف فهي بده تعمل مثل تمييز سماعي لهاي الكلمة وتعمل إبراز لهذا الصوت بأول الكلمة مثلا أنت حزفتها فهو كتير مهم أنه يعرف في هذا الموضوع حتى نحن أحيانا منقول للأمهات اللي عندهم وولادهم مشاكل نطقة اللي هنم تقريبا طبيعيين بس عندهم مشاكل من حزف وإبدال وتشويه هي المشاكل والاضطرابات النطقية فهون نحن منقول للأم أنه لعبي مع الولد لعبي يعني مثلا لما يجيت إلي له مثلا أنه إذا سمعت كلمة صح اللي أنا عم قولها سفى وإذا سمعتها غلط إلي لا تفاحة هي صح ولا غلط إذا الولد قدري ميزها معنات هون بلشنا عم نعمل له وعي صوتي للكلمة أما ما ميزها معنات هون عندنا مشاكل فهون أهم هاي المرحلة إنه هو يسمع ويميز من إنه يقول فهي كمان شغلة كتير رئيسية اليوم الولاد يوقعوا فيها وما بتصير تصليح للكلام فدائما بعد عن الكلمة تقول وهو مجرد إنه نحن نعرض الطفل للكلمة بطريقة الصح معه معه بيخزنه وبيبلش يستبدله هلا إذا فيه صعوبات أعلى من مشاكل مثلا ارتخاء بعضلات النطق أو مشاكل تانية أو مثلا الطفل بنظامه الصوتي ممتكون عنده مجموعة من الأصوات وما بيعرف يمتقى فهون الأفضل إنه يتوجه لأخصائي النطق بجلسات منتظمة ببلش الطفل بيتعرف على هاي الأصوات يهو مكتسب بالعمر الطبيعي لأنه أحيانا حتى في عنا حالات ممكن يكون عندهم سوائل على الإذن فحرمتهم بفترة معينة من اكتساب الصوت يلي هو كان مفروض ياخده بالعمر الطبيعي فهون بيجي التدخر ويمكن التجملة كتير مهمة لدور الأهل بيلعب دور كتير كبير بتنمية مهاراته اللفظية والكلامية للطفل فلازم يكون فيه وعي ودرجة وعي كتير كبيرة خلال أول أربع خمس سنين كمان هي بتأثر على شخصيته بشكل عام للطفل بدي تشكرك أخصائي تقييم الكلام وعلاج النطق عند الأطفال ولا أحسن على وجودك معنا شكرا كتير لك سهلا شكرا لكم شكرا لإخبار ياسوي شكرا لك ولكننا نصائح اللي قد تنسلنا يا حسن